ايه اللي ممكن يفرح قلب المسيح النجاح الروحي أو النجاح في الخدمة أو المواهب الروحية قوة الله لأن من خلال الصليب تم خلاص البشرية الجسد المسيح وتم الأشياء التي تشتهي الملائكة أن تراها بسم الله ابن ابن والروح القدس الإله الواحد آمين ثم دع تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف حنتكلم عن الإرسالية وعن الكرازة وعن الإيمان المسيح أرسل تلاميذه لكي يكرزوا بالإنجيل لكي يؤمن الجميع بالمسيح المخلص أول حاجة حنتكلم عن الكرازة أو عن الإرسالية قبل الكرازة وكان هو أرسلهم هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع أرسلهم يسوع خلي بالكو المسيح هو اللي بيرسل قال للتلاميذ كما أرسلني الآب أرسلكم أنا وأيضا الروح القدس بيرسل الروح القدس قال افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه وفي الجزء اللي اتقرأ علينا من رسالة القديس بوليس الرسول إلى أهل رمية بيتكلم كده عن البردو الإرسالية يقول في عدد 13 لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرزون إن لم يرسلوا يبقى لازم في إرسالية لأي إنسان حيكرز بالإنجيل الله هو الذي يرسل الله الآب زي ما شفنا في هذه الآية المسيح الإبن هو الذي يرسل الروح القدس هو الذي يرسل بنقول باستمرار إن السالوس القدوس واحد في الإرادة وفي المشيئة لكن لأن الروح القدس هو الذي الآن في الكنيسة فهو الذي يعين الخدام بعين مكتوب لا يأخذ أحد هذه الوظيفة إلا المدعو من الله كما هارون لكن الله الروح القدس هو الذي يختار الخدام لكي يذهبوا ويكرزوا بالإنجيل لكن الإرسالية باستمرار زي ما شفنا هنا في إنجيل معلمنا متة في الإصحاح العاشر باستمرار يكون معها سلطان يقول كده ثم دعا تلاميذه الإثنى عشر وأعطاهم سلطانا تملي لما الروح القدس أو المسيح أو الله الآب يرسل بيعطي سلطان للمرسل أو للخادم أو للكاهن فيه سلطان ولما نبص كده في الإنجيل نلقى أن السلطان على حكتين مهمين خالص وده كان سلطان المسيح اللي بيمرسوا في خدمته على الأرض السلطان على الأرواح النجسة ليخرجوها وسلطان لشفاء الأمراض عشان كده باستمرار الإرسالية بتكون مصحوبة بسلطان لإخراج الأرواح النجسة ولشفاء الأمراض لأن بدي مسؤولية إبا لازم أدي سلطان ده حتى عرف موجود في العمل كلما يده واحد منصب أكتر كلما يده له يعني يده له يده له اختصاصات أكبر يده له سلطان أكتر فكل خادم المفروض أنه مزود بسلطان وهذا السلطان في إرسالية للمسيح أرسلها لتلاميذه كان سلطان واضح جدا قال لهم إيه قال لهم أنكم أنتم هنا موجود كمان في بعد كده في عدد 8 اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى اخرجوا شياطين مجانا أخستم مجانا أعطو فالحاجة المهمة فيه الكرازة أن الإنسان لما يكرز باسم يسوع المسيح لازم يتأكد أنه هو مرسل فعلا من الله عشان كده يقول هنا وكيف يكرزون إن لم يرسلوا يبقى لازم يكون عندي تأكيد أن الروح القدس يعني فيه صوت جواي علشان أخدم المسيح عشان أكرز باسم المسيح دعوة جايز تيجي من الكنيسة دعوة جايز تيجي من أمين الخدمة دعوة جايز تيجي من فعلا صوت الروح القدس عشان أخدم بيتي أخدم أصدقائي أخدم أحبائي لكن أنا عايز أقول باستمرار إن إحنا حتى لو ما كانش عندنا دعوة للإرسالية لكن على الأول عندنا دعوة أن نشهد للمسيح وكلام ده قلنا نبارح الشهادة للمسيح أمر حتمي لكل المؤمنين إن إحنا نشهد للمسيح في حياتنا بسلوكنا وأيضا بأقوالنا وأفعالنا وتصالفاتنا عشان كده يقول كده وكيف يكرزون إن لم يرسلوا إيه بأول حاجة التأكيد من الإرسالية لازم أكون عندي تأكيد داخلي إن المسيح أرسلني لأكرز باسمه وأنا بقول الكرازة مش قاصرة على الآباء الكهنة أو خدام مداز الأحد أو خدام الشباب لكن ممكن إن أنا أكرز في مجالات كثيرة مختلفة الكرازة غير موقوفة على مجالات معينة لكن ممكن إن أنا أكرز وأعلن المسيح للناس المعاية في الشغل للناس جيراني للناس أصدقائي للناس معارفي عشان كده يا حبائي إحنا لازم نعرف إن موضوع الكرازة باسم المسيح وإن إحنا نشهد للمسيح دي حاجة مهمة لأنه مكتوب هنا في عدد 13 ودي موجودة برضو إحنا متكلم هنا على رسالة رومية صاحة 10 على 13 لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص وهنا الدعوة باسم الرب يعني أنا بعلن اسم المسيح بدعو باسم الرب كل من يدعو باسم الرب يخلص فمش ممكن أنا آخذ وما دعوش كأس الخلاص آخذ وباسم إيه؟ الرب أدعو خلي بالكو كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو بدام أنا دقت كأس الخلاص لازم أدعو باسم الرب ودي أول نقطة اللي هي الإرسالية تاني حاجة الكرازة إيه هو لب الكرازة؟ الكرازة واضح خالص إن قال لهم إيه؟ وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات فهنا الكرازة كرازة بالملكوت ما فيش كرازة أخرى الإنسان ممكن يقوم بيها حتكرز لملكوت المسيح طبعا ملكوت الله لأن ما فيش ملكوت تاني تقدر تكرز به العالم فيه اتنين مملكتين ملكوت الله ومملكته الظلمة مملكة الشيطان الكارزون يكرزون ويقولوا للناس قد اقترب ملكوت الله يعني إيه؟ يعني أصبح أريب منكم أوي يعني أريب منكم يعني أصبح ملكوت الله على الأبواب وهنا معناه إنه الله قريب من كل نفس تريد أن تخلص وده اللي قاله بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح أو من يهبط إلى الهاوية أي ليحضر المسيح الأمواك لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك أي كلمة الإيمان التي نكرز بها كلمة الإيمان التي نكرز بها وخلي بالك هنا كلمة الإيمان التي نكرز بها وضحها بولس الرسول بأقصر وضوح في الآيات اللي إحنا سمعناها النهاردة في نفس الرسالة إصحاء عشر في عدد أربعة يقول لأن غاية النموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن خلي بالك وهنا عايز يقول أن حتى النموس في العهد الأديم كان كل النموس يشير إلى المسيح وغاية النموس نهاية النموس كل النموس التقصي والنموس الأدبي كان كله يشير إلى شخص المسيح له كل المجد عشان كده يقول لأن نموس يكتب في البر الذي بالنموس أن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها وهنا بيفرق بين البر الذي بالنموس يعني الناس بتتبرر إزاي حسب النموس أن اللي بنفذ وصايا النموس بيحيا من خلال تنفيذ الوصايا وإحنا عارفين أن ما فيش إنسان قدر أنه هو يوفي كل مطالب النموس الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مغضى الله لكن ده كان شرط التبرير في العهد الأديم حسب النموس أن كل الذي يفعلها سيحيا بها وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا لا تقول في قلبك من يصعد إلى السماء وهنا بيتكلم عن البر الذي بالإيمان اللي هو بالإيمان بالمسيح وهنا البر بالإيمان بالمسيح يعني الإنسان بيتبرر بالإيمان بالمسيح وده بوليس الرسول كتب كل رسالة روميا عشان يشرح هذا التبرير الذي بالإيمان وموجود واضحة جدا في رسالة روميا صح 3 وعدد 21 أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق إذا الجميع أخطأوا وأعوذهم مجدى الله طب إزاي نتبرر والمتبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله فده التبرير بالإيمان دي الكرازة اللي بيتكلم عنها اقترب منكم ملكوت السماوات اقترب منكم ملكوت السماوات والحاجة الثانية في الكرازة إنها كرازة سلام أول ما تدخلوا بيت تقولوا إيه؟ سلام لهذا البيت إبقى هنا أول حاجة المسيح بيديها نعمة السلام القلب اللي لسه ما اختبرش سلام الله اللي يفوق كل عقل يبقى لسه ما قبلش كرازة مش عايزة أقول كرازة الرسل ده المسيح نفسه هو اللي بشر وأول ما ابتدى ألتوبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات اللي لسه ما قبلش الملكوت ما تعرفش على الملكوت ما عندوش سلام لأن ملكوت الله هو إيه؟ بر وسلام وفرح في الروح الخدس علشان كده أول ما الإنسان بيقبل الكرازة بالملكوت أول عطية بياخدها السلام وإحنا بنتكلم دلوقتي عن البر لازم الإيمان في روميا خمسة واحد يقول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا إيه؟ لنا سلام مع الله طيب إيه دور الأعمال؟ ما حتى يقول لي بتكلم عن الإيمان الأعمال بتيجي نتيجة التبرير بالإيمان في أعمال ممكن تنشأ من داخل ذاتية الإنسان يعني الإنسان بيحب يوري أنه بيعمل أعمال كويسة أعمال دي ما لهاش أي قيمة يعني يمكن ربنا كفأك على الأرض علشان اللي أنت بتعمله الأعمال الصالحة اللي نشأ من ذاتك لكن الأعمال اللي بتيجي صمر للإيمان بالمسيح هي دي اللي تكلم عنها أن كأس ماء بارد لا يضيع إيه؟ لا يضيع أجره علشان كده بوليس رسول لما تكلم عن الأعمال الصالحة في رسالته لأهل أفاسوس بيقول إحنا بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع خليقة جديدة مخلوقين في المسيح يسوع الأعمال الصالحة قد سبق الله فأعدها لإيه؟ لكي نسلك فيها يبقى الكرازة بالملكوت وأول الإنسان لما بيقبل أن الله يملك على حياته يملك أن المسيح يسود عليه بالكامل أول عطية بياخدها السلام إذ قد توررنا بالإيمان لنا سلام مع الله آخر نقطة اللي هو الإيمان وهنا لما نتكلم عن الكرازة إحنا بنكرز بالملكوت وقلنا أن ملكوت الله دلوقتي أصبح قريب من كل إنسان طب إزاي الإنسان ينال الخلاص يقول هنا بكل صراحة في الصحر العاشر وعدد تسعة وعشرة يقول لأنك أنا اعترافت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلص أدي بكل بساطة أدي الإيمان اللي بيتكلم عنه هنا بولس الرسول طبعا هو جابها بصورة مبسطة خالص يقول كده لأنك أنا اعترفت بفمك بالرب يسوع وخلي بالكو هنا كان الاعتراف بالفم بالرب يسوع معناها أطعر آب لأن طبعا دي كانت دولة أو إمبراطورية رومانية وكان حتى اليهود كمان ما كانوش بيطيقوا حد أنه هو يؤمن أو يعترف بالمسيح فهنا اعترفت بفمك بالرب يسوع يعني أنك أنت بتشهد المسيح تعترف بفمك كده قدام الناس أن أنا مسيحي حتى لو كان اعترافك ده ممكن أنك أنت يعني تفقد يعني مركزك تفقد أموالك تفقد حياتك من أجل اعترافك بالمسيح أن اعترفت بفمك بالرب وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلص وعلشان كده يا أحبائي احنا عايزين نعرف أن الإيمان بالمسيح ما هواش شيء أن الإنسان ياخده بسهولة أو ياخده كده أنه حاجة أنا إنسان مسيحي وأنا بعرف المسيح وباجي الكنيسة لا الاعتراف بشخص المسيح السوع معناه أن الإنسان مستعد أنه يضيع حياته من أجل المسيح يضيع كل شيء ويفقد كل شيء من أجل المسيح الاعتراف هنا بالمسيح يعني على مستوى الشهادة والشهادة حسب معناها اللغوي في جواها الاستشهاد من أجل المسيح ده المعنى الاعتراف بالمسيح كرب ومخلص وكسيد على حياتي إن أنا مش ممكن أتنازل عن شخص المسيح مهما كان من سيفصلنا عن إيه؟ عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب إن أنا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للزرح أهو ده الإيمان يا جماعة ده الإيمان اللي هم يتكلم عنه من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ الإيمان ما هواش كلام بس بنقوله في قانون الإيمان لكن هي حياة معاشة لما أتكلم عن المعمودية ما أقولش إن أنا خدت سر المعمودية لكن أقول إن أنا بموت مع المسيح وأطفن معه كل يوم وأقوم لحياة جديدة لأنه هو ده المعمودية الحقيقية أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح أعتمدنا لموته يعني قبلت إن أنا أموت مع المسيح أعتمدنا لموته فدفن معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جادة الحياة الجديدة هو ده الإيمان المسيحي فالإيمان المسيحي اللي احنا اتعرفنا عليه واللي احنا سمعنا عنه في أيام الرسل وفي القرون الأولى كانوا أبطال في الإيمان فعلا كانوا مستعدين إن هم ييدوا حياتهم كده بكل فرح من أجل المسيح الرسل وكل الشهداء اللي قدموا حياتهم لإسم المسيح عرفوا قيمة الإيمان بالمسيح عرفوا إن الإيمان بالمسيح معناه تقديم الحياة كلها من أجل المسيح وأنا عايز أقولك إن احنا في الأيام الصعبة اللي جاية دي أيام صعبة خالص إن ما كناش يكون عندنا استعداد لأن احنا على وشك ظهور الأنتي كرايست على وشك فعلا إن المسيحيين الحقيقيين اللي هيعترفوا بإسم المسيح هيكونوا مضطهدين ومرزولين ومرفوضين عليك إنك أنت من دلوقتي تصمم إنك أنت هتعترف بالمسيح مهما كانت الاضطهدات والآلام حتى انوصلت إلى الموت ربنا يدينا نعمة علشان نعيش حياة الإيمان الحقيقي للأهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة